حطمت أرقام الأموال المصروفة في موسم الانتخابات الأمريكية الحالية كل الأرقام القياسية السابقة بما يقارب 14 مليار دولار شاملة تمويل السباق الرئاسي بالإضافة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وهما يشكل ضعف ما تم صرفه في انتخابات 2008 ويفوق ما تم صرفه في انتخابات 2016 بما يقارب 6 مليارات دولار مما يؤكد على تفرد الانتخابات الحالية حتى على مستوى الدعاية والإعلان ويشكل النساء 44% من المتبرعين أما المتبرعون الصغار بأقل من 200 دولار فيشكلون 22% وهو لأول مرة يحدث ذلك في تاريخ السباقات الرئاسية الحملات الرئاسية لها نصيب الأسد الأكبر من تلك التبرعات فقد حصل ترامبو بايدن على تبرعات تتجاوز المليار دولار لكل منهم مع تفوق حملة بايدن مؤخرا بامتلاكها ضعف ما تملكه حملة الرئيسي ترامب بسبب التحالف الكبير ضد ترامب من قبل المستثمرين بإضافة إلى تعيين الرئيس الأمريكي ترامب للقاضية بارت في المحكمة العليا أدى إلى غضب الديمقراطيين والتبرع بـ 100 مليون دولار في عطلة أسبوع واحدة وبلا شك الدعم الأكبر من وولستريت لبايدن سيؤدي إلى تعزيز موقفه وتفوقه في حملته المالية والقاعدة هنا تقول كلما زاد التبرع كلما أثرت الدعاية الانتخابية أكثر كشراء الإعلانات عبر وسائل العلام المختلفة وتنظيم حملات محلية في الولايات المختلفة وتحديد المتأرجحة وغيرها وبحسب ماركز 538 تحصل الإعلانات سواء الداعمة للمرشح أو السلبية ضد المنافس على النصيب الأكبر من التمويل الانتخابي بما يصل إلى 70% من مجموع التبرعات أحيانا كما حصل مع حملة الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012 ولتفوق حملة بايدن ماديا فإن سباق الإعلانات يسير لصالحه كالسعانة حملته مؤخرا بالدعاية عبر الفنانين والرياضيين أما حملة ترامب فقد عبرت غير ذات مرة عن تحديات مادية تواجهها ويحاول ترامب تعويض ذلك بإقامة خطابات انتخابية تقليدية والحصول على ساعات تلفزيونية مجانية وهذا ما نجح به في 2016 رغم تفوق حملة هيلاري كلينتون المادي حينها وبحسب شبكة سي ان بي سي فإن ترامب حصل على مقيمته خمسة مليار دولار بالمجان في تغطية حملة الانتخابية الماضية في أشهر المنصات التلفزيونية ويبقى السؤال إن كانت ستجدي هذه الاستراتيجية في الانتخابات الحالية من عدمه للإخباري أحمد القرني واشنطن ترجمة نانسي قنقر